موسيقى موسيقى طيب الله وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كوشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعنوين من موقع الصحوة نت ميليشيا الحوثي في محافظة إب تختطف مواطنين تضامنوا مع الموتى ومن المصدر أونلاين مصمم صور قتل الحوثيين يروي قصته مع صورة والده القتيل موسيقى موسيقى أهلا بكم المواطنون الذين تتحدث عنهم المواقع الإخبارية منذ أيام حين احتجوا ضد ميليشيا الحوثي وطالبوها بالتوقف عن الاعتداء على مقبرة في محافظة إب أصبحوا الآن في المعتقل ويعلق مع وقع الصحوة نت ميليشيا الحوثي تختطف مواطنين رفضوا الاعتداء على مقبرة بمنطقة قحزة غرب إب وقالت مصادر محلية متطابقة أن الميليشيا الانقلابية اختطفت المواطنين على خلفية رفضهم لاعتداءات الميليشيا على مقبرة جبل صالح غرب المدينة وأضافت المصادر ذاتها بأن ميليشيا الحوثي اختطفت مواطنا مستأجرا للأرض الواقعة بجوار المقبرة بسبب شهادته في النيابة واعترافه بأنها مقبرة منذ سنوات وتأتي هذه الانتهاكات وسط تزايد ملحوظ لناهب الأراضي والأوقاف ومقابر الموتى في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية في مقالة نشرها موقع نيوز يمن يتذكر فاروق ثابت الدور الذي لعبته بريطانيا في دعم الحكم الإمامي وكيف حاولت حمايته من السقوط أمام الجمهورية الفتية وقد جندت لذلك خبراءها وهنا قصة أحدهم بعد عمان التي نجح فيها البريطاني سمايلي في القضاء على المعارضين لسلطان عمان الذين كانوا يتخذون من الجبل الأخضر حينها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية ضد الحكم السلطاني العماني كمهمة عسكرية واستخباراتية من قيادة الملكية البريطانية حينها أتته التوجيهات بالقيام بالمهمة الأخرى التي رآها سمايلي أكثر مغامرة وإغراءا ماليا بالتنسيق مع سلطان عمان فانتقل المرتزق الكولونيل ديفيد سمايلي للعمل في صف القوات الملكية في اليمن ضد القوات الجمهورية المدعومة من جيش جمال عبد الناصر حينها كان أول من قابله سمايلي وزير خارجية الإماميين أحمد الشام حينها ثم الإمام البادر والأمير الحسن ولي العهد رئيس الوزراء والأمراء عبد الله بن الحسين والحسن بن الحسن وأخاه عبد الله بن الحسن وبقية الأمراء الذين كانوا في القيادات الميدانية للكوى الإمامية المسلحة نزل سمايلي ميدانيا للتو لزيارة معسكرات الإماميين لتقييم الجاهزية والإمكانات وتحديد نقاط الضعف والقوة وجد سمايلي ملاحظات كبيرة قدمها للإماميين من ضمنها قدم السلاح الملكي وضعف الجيش أمام حداثة سلاح الجيش الجمهوري المدعوم من مصر وجمال عبد الناصر وبموجب ذلك كان سمايلي يرفع البرقيات أولا بأول إلى قيادة الاستخبارات العسكرية في بريطانيا لإخبارهم بواقع الأمر في اليمن وقدرات الملكيين ظل سمايلي خمس سنوات في اليمن ما بين 1963 و 1968 وأحدث وجوده تأخيرا للنصر الجمهوري على الملكيين من حيث أنه أنشأ جيش مرتزقة أوروبيين بينهم المرتزق الشهير بوب دينار ودرب الملكيين على تكتيكات عسكرية كانت تتسبب في استنزاف كبير وصادم للجمهوريين في معظم الأحيين بناء على تلغرافات سمايلي لتقييم وضع سلاح الملكيين جرى التنسيق مع المخابرات العسكرية الإسرائيلية وبتواصل مع الملكيين لإمدادهم بالسلاح من خلال طيران سلاح الجو الإسرائيلي الذي كان ينزل الذخيرة والمعدات في المناطق والإحداثيات المحددة ضمن مناطق سيطرة الملكيين ومن هنا ينكشف التاريخ الطويل للتنسيقات البريطانية العمانية الإسرائيلية الإمامية موقع رأي اليمن يورد تقريراً رصد فيه أثر الحرب على تعليم وعنوان الموقع في اليمن عام دراسي بدون تعليم يوشك على الانتهاء وقال الموقع أوشكت مدارس العاصمة صنعها على إنهاء العام الدراسي الجاري بإجراء الامتحانات النهائية دون فائدة تظهر على الطلاب لعدم استكمالهم للمناهج الدراسية وكذا بسط ميليشي الحوثي سيطرتها على معظم المباني وتسخيرها في تحقيق أهدافها ويضيف الموقع أن المعملية التعليمية تعطلت بشكل كبير منذ انقطاع تسلم الرواتب أو تسليم الرواتب للمعلمين ما أثر على سير التعليم إلى حد الذي وصلت فيه كثير من المدارس إلى عدم التدريس والبعض الآخر السجابة لضغوطات الميليشيا بيعطاء الطلاب بعض الدروس خوفاً من تهديدات الميليشيا بسحب الدرجات الوظيفية للمضربين عن العمل أو للمتغيبين ويؤكد تقرير الموقع أن الحرب المستمرة في البلاد أثرت على التعليم في أكثر من 2500 مدرسة لا تعمل إذ دمر ثلثاها بسبب العنف فيما أغلقت 27% وتستخدم 7% لأغراض عسكرية أو أماكن لإيواء النازحين ولم تعود العملية التعليمية في البلاد تلقى اهتماماً تستحقه في ظل تواصل الحرب رغم أن التعليم يعد الأساس الأول لنهوض الدول العظمى إلا أن الميليشيا تسعى إلى إلغاء التعليم واستخدام الجيل الناشئ في أغراضها العسكرية التي تخدم أهدافاً خارجية في اليمن ومنذ ثلاث سنوات الماضية يشهد تدهوراً ملحوظاً في تدني مستوى التعليم وفي تقديم الخدمات اللازمة لها واصلت فرق هندسة متخصصة في نزع الألغام أعمالها في نزع وتفكيك حقول الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة في مدرية خبو الشعب في محافظة الجوف وعنون موقع الحرف 28 فرق الجيش الهندسية تواصل نزع الألغام التي زرعها الحوثيون في الجوف وقال قائد القطاع اليتمى لحرس الحدود بالمحور الشمالي الشرقي العقيد محمد بن صالح إن الفرق الهندسية قد تمكنت من تصفية وتطهير عدة مناطق وطرق عبور المواطنين من الألغام التي خلفتها ميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة على امتداد الشريط الحدودي من العناب والأجاشر غرب الريان وإلى الشرق وأضاف الموقع أن ميليشيات الحوثي تزرع آلاف الألغام في مساحات واسعة من الأراضي اليمنية والتي تسببت في قتل ويعاقة آلاف السكان في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان درس الحروب أن تكون السلطة مدنية تحت هذا العنوان كتب مالك التريكي مقاله المنشور في القدس العربي مضيفا ينسب إلى تاليران وزير خارجية نابليون أنه قال إن الحرب من جليل الخطر بمكان بحيث لا يجوز إيكال أمرها إلى الجنرالات والعساكر ولأن هذه حكمة معبرة عن حقيقة تاريخية متجددة على مر العصور فإن العقلاء يذكرون بها كلما بدر من قادة الجيوش ما ينذر بخروج الطموحات العسكرية عن نطاق السيطرة المدنية أو إفلات الخطط الحربية خارج حدود المعقول السياسي ولهذا فقد لجأ رئيس وزراء فرنسا إيرستيد بيريان إلى تذكير نظيره البريطاني لويت جورج بهذه الحقيقة أثناء الحرب العالمية الأولى كما كانت هذه الحقيقة إحدى أهم العبر التي استخلصها شارل ديغول في كتابه عن أسباب انهيار ألمانيا غير المتوقع عام 1918 كان من أسباب الهزيمة أن ألمانيا لم تلتزم بالقاعدة الذهبية المتمثلة في وجوب خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية فقد جنح الجنرال فون شيلفين والأميرال فون تيربيتس والمارشال هين دينبورغ إلى التفرد بالقرار دون الرجوع إلى أهل السياسة والأخطر أن هذا الخطأ القاتل أي انقسام الرأي وعسكرة القرار قد استحكم منذ ما قبل البداية حيث تجاهلت القيادة العسكرية انذار الدبلوماسية الألمانية لها بأن اجتياح بلجيكا سوف يرغم بريطانيا على دخول الحرب ولهذا كان العنوان الذي وسم به ديغول كتابه هو الشقاق لدى العدو كان من أسباب الهزيمة أن ألمانيا لم تلتزم بالقاعدة الذهبية المتمثلة في وجوب خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وبمثل ما أن الحرب من الخطورة بحيث لا يصح إسلام أمرها إلا إلى السياسيين فإنها ما إن تضع أوزارها حتى تصبح من شأن المؤرخين انتابني شعور غريب وبدأت القشعريرة تغزو جسدي حينما وقعت عيني على صورة تحمل اسم حسين يحيى الصري إنه أبي هذا ما قاله الشاب سفير حسين الصري من أبناء ساقين بمحافظة صعدة والذي يعمل مصمما لصور قتل ميليشيا الحوثي بعد أن وقعت عينه على صورة والده من ضمن من يجب عليها أن يصمم لهم إطارا ضمن مهمته لتزين موت الميليشيا وعننا موقع المصدر أولاين مصمم صور قتل الحوثيين يتهم الجماعة بالعنصرية ويروي قصته مع صورة والده القتيل ويضيف الشاب سفير الصري متحدثا عن مشاعر الحزن والانهزام التي اعترته حينما أدرك أنه مضطر لتصميم إطار يجمل به موت والده كان سهلا عليها أن يصنع هذا مع آلاف الصور لكنه يبدو في غاية الصعوبة حينما أصبح الأمر يتعلق بوالده يفيد الموقع أصبحت جماعة الحوثي أقرب الطرق إلى الموت ولم تكتفي بأن تصبح عنوان للموت بل جعلت منه خيارا محببا لدى أتباعها الذين أصبحوا لا يكترثون لأحوال أسرهم ومن يعولونهم وكيف ستغدوا أحوالهم بعد أن يفقدوا عائلهم الوحيد ويلخص الشاب سفير الصري قصته مؤكدا أن والده ذهب ضحية مسيرة الزيف والتضليل في إشارة منه لما يسمى المسيرة القرآنية الحوثية ووصفها بأنها مسيرة عنصرية ومسيرة خداع وبيع وفساد وخيانة في جولتنا بين الصحفة الفرنسية نطالع من صحيفة لوبنيون تقرير ترجم لقناة بلقيس تحدث عن مطالبات أمريكية بإقاف تزويد المملكة العربية السعودية بالأسلحة وعنوانة الصحيفة أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي يدعون إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى الرياض وتقول الصحيفة أن أعضاء جمهوريين وديمقراطيين قدموا قانونا لمعاقبة السعودية على دورها في الصراع اليمني وإذا تم تبني مشروع القانون المدعوم من قبل ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ وثلاثة دمقراطيين فسوف يتم تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية وقد صرح الرئيس دوراند ترامب مرارا وثكرارا بعد بدي هذه القضية أنه يتفهم مسؤولية المملكة العربية السعودية وكرر أنه لا يريد تعريض استثمارات الرياض في الولايات المتحدة وشراء الأسلحة الأمريكية للخطر خاصة صفقة بقيمة 115 مليون دولار للأسلحة الكبيرة وقعت العام الماضي وفي مطلع أكتوبر الماضي دعت ألمانيا جيرانها الأوروبيين لتعليق مبيعات الأسلحة إلى الرياض بعد أن أوقفت صادراتها إلى السعودية وكان رد إمانويل ماكرون أنه لا توجد صلة بين وفاة خاشقجي ومبيعات الأسلحة وهكذا عارض رئيس الجمهورية رفضا قاطعا جدا قبول هذا الطلب من السلطات الألمانية الحروب العظمى القادمة تحت هذا العنوان كتب المدير السابق لمركز بليفر للعلوم وشؤون الدولية في جامعة هارفارد غراهام إلسون مقاله المعاد نشره في الغد وقد ترجمه إلى العربية على الدين بوزينا يوم الأحد توقف العالم قليلا لإحياء الذكرى المئة لليوم الأخير من حرب هائلة كانت مدمرة إلى حد أنها تطلبت من المؤرخين ابتكار تصنيف جديد تماما لها الحرب العالمية وفي الساعة الحادية عشر من العام الف وتسعمائة وثمانية عشر صمتت مدافع الحرب العالمية الأولى وكان نحو عشرين مليون إنسان قد لقوا حفهم هل يمكن أن يحدث مثل هذا الصراع اليوم؟ بعد أكثر من سبعة عقود مرت من دون حرب تضمنت إطلاق النار بين القوى العظمى يجد العديد من الأمريكيين فكرة أن تقوم الولايات المتحدة وخصم رئيسي مثل الصين بقتل الملايين من مواطني بعضهما البعض غير قابلة للتصور فعليا ولكن عندما نقول أن شيئا ما لا يمكن تصوره فإن علينا أن نتذكر ما يلي أن مملكة الممكن لا ترتبط بما يمكن أن تتخيله عقولنا المحدودة وفي العام الف وتسعمائة وثمانية عشر وفي مشهد وصفته رائعة بربرا تخمان بنادق آب استجاب المستشار الألماني هوليغ بذلك الرد الشهير على زميل طلب معرفة كيف أمكن أن تندلع الحرب آهن لو أننا كنا نعرف فقط يتعقب السبب البنيوي الأعمق للحرب العالمية الأولى نمطا تاريخيا مألوفا قوة صاعدة متنامية بسرعة ألمانيا والتي تتحدى سبقية دول راسخة بريطانيا العظمى التي حكمت العالم لمدة قرن وقد التقط والد ومؤسس التاريخ ثوسي ديجيس هذا النمط في تحليله للحرب التي دمرت الدولتين الرئيسيتين في اليونان الكلاسيكية كان صعود أثناء والخوف الذي غرسه هذا الصعود في إسبارتا هو الذي جعل الحرب حتمية وفي السنوات الخمسمائة الماضية شهد العالم ستة عشر حالة هددت فيها قوة صاعدة بالحلول محل قوة حاكمة وقد انتهت 12 منها إلى الحرب وكانت أربع فقط هي التي لم تفعل تحلم غزل إبراهيم الحمادي ابنة ثمانية عوام بأن تعيش كقريناتها من الأطفال برفقة والدها الذي يقبع خلف القطبان غزل هي ابنة شاب شارك في ثورة الشباب السلمية في اليمن التي اندلعت ضمن ثورات الربيع العربي لكنه اليوم يقبع مع أربعة من رفاقه في السجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء الذي تديره ميليشي الحوثيين بتهمة محاولة اغتيال الرئيس اليمن السابق علي عبدالله صالح قبل ثمانية عوام وعنونا موقع الجزيرانت المتهمون بمحاولة اغتيال صالح يقبعون في سجون قاتليه وقال التقرير وقع انفجار كبير في مسجد دار الرئاسة القصر الرئاسي بصنعاء في يونيو عام 2011 في أوجي الاحتجاجات المناهضة لصالح ويومها قتل قادة عسكريون ومسؤولون حكوميون ونقل صالح الذي أصيب بإصابات خطيرة للسعودية للعلاج ووجهت أصابع الاتهام لخصوم صالح في الجيش المنشق ورجال القبائل والسياسين الذين كانوا متحالفين معه خلال العقود الماضية وشنت حملة اعتقالات واسعة تجاوز يومها عدد المعتقلين المئة الشخص لكن بعد ذلك تم الإفراج عن الجميع ولم يتبقى سوى خمسة أشخاص ويقول الموقع أنه في مفارقة عجيبة يقبع المعتقلون الخمسة في قضية محاولة اغتيال صالح في سجن الأمن السياسي الذي تديره جماعة الحوثين التي قتلت صالح في ديسمبر من العام الماضي وذلك بعد خلاف بينهما وصل حد الاقتتال في شوارع الصنع وفي وقت تقتل وتحتجز ميليشيات في اليمن الصحفيين لأنهم كتبوا كلمات قبل أربع سنوات فإن رئيس دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية يعجز عن منع صحفي من دخول البيت الأبيض حيث قضت محكمة في واشنطن بإلزام البيت الأبيض بعادة تصريح اعتماد الصحفي في شبكة سي إن إن جيم أوكوستا الذي سبق إلغاؤه في إعقاب محاججة مع الرئيس دولاند ترامب في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي ويعنون موقع البي بي سي القضاء يعيد الصحفي الذي جادله ترامب إلى البيت الأبيض وقال القاضي الذي ينظر في القضية التي رفعتها شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية على إدارة ترامب إن المحتمل أنه ليس تمت مبررات كافية لسحب تصريح اعتماد المراسل الصحفي لدى البيت الأبيض وقال أوكوستا للصحفين أمام بمن المحكمة أنه سيعود إلى مواصلة عمله بعد هذا القرار ويقول مراسل بي بي سي إن أوكوستا كان يجلس في الصف الأمامي في المحكمة عندما أوضح القاضي الفيدرالي المعين من ترامب أنه أصدر أمرا مؤقتا بإعادة السماح بدخول المراسل إلى البيت الأبيض صحيفة الجاردين تنشر عددا من الصور التي توثق لحظاتها ما خلال الأسبوع من مناطق مختلفة نتابعها في جولتنا المصورة اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في أغلبها نتابعها معكم في فقرتنا التالية وبهذه الصورة الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكركم على المتابعة باللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر